تخيلوا نبوت فليقة لحد الآن ما زال ياخذ الأجر نتاعو اللي هو أكثر من 110 مليون سنتيم في الشهر هذا الرسم خلاف العلاوات وخلاف أشياء أخرى توضاف لها لعليكم أيضا استمعتم أول أمس كان في خبر على اختراق حواسيب سونتراك فيها هكذا يعني قامت منظمة تسمى ميز باختراقهم وأخذ كل الملفات وهي ملفات حساسة وقامت هذه المنظمة الطلب برونسا طلب فضيا لا أعرف إذا كانت تعطيت لها أم لا لكنها قالت من أنها ستفضح كل الملفات لماذا ليس لدينا قدرة على حماية ملفاتنا ولماذا هذه الشركة اللي هي شركة الشركة الوحيدة تقريبا ليدخل منها عملة صعبة أكثر من 98% ما هيش محمية بما يجب بالرغم أن عارفين أن هذا عالم الجوسسة وعالم الاختراقات وعالم المليئة يعني وكل يمكن أخبار في العالم في اختراقات فيه كذا لماذا لا يقومون بحماية شركة الخوف كل الخوف أن هناك ربما أشياء حساسة داخل الشركة وربما تقوم هذه الجهة بالكشف عنها أو بأخذ ملايين دولارات لكي لا تقوم بفضح أو بكشف هذه الأشياء من بين العبث أيضا اللي سمعناه اليومين هذون هو ما يقال بتبرعات آخر الأخبار هو تبرع زوجة القايد صالح قال لك أنا زوجة القايد صالح قامت بالتبرع بكميات ضخمة هل نشوفه بالضبط المعلومة أين هي باش تكون دايما بالدليل بالدليل هاي هنا في هذا هذه إحدى قنواتهم قناة اللي تسمى قناة الحياة وهي أقرب إلى نشر الموت منها إلى نشر الحياة البث ينقطع لأن العصابة ترى أن قول الحقيقة وكشف المسطور وكشف الأكاذيب أنه لا يجب أن يكون هذه إذن أرملت المرحوم قايد صالح تتبرع بقافلة غذائية ضخمة لسكان البوليدا قافلة غذائية ضخمة لسكان البوليدا الذباب قال أن هذه القافلة هي عبارة عن 15 سمي رومورك فيها مئات الأطنان يعني لو كان نقول السمي رومورك فيه فقط 40 طن طبعا كاليفهم أكثر كاليفهم 60 كاليفهم 70 على حسب المادة أساسا لكن لو كان نفترضه أنها 40 طن فقط ف15 هي 600 طن من المواد الغذائية 600 طن من المواد الغذائية معناها 6000 قنطار من المواد الغذائية السؤال المطروح من أين لأرملأ عجوز عمرها الآن ربما كثر من 80 سنة أو في حدود 80 سنة أن تتبرع ب6000 قنطار من المواد الغذائية من أين لها هذا؟ ربما الناس يقولوا هذه لاروتريت انت على القايد صالح طيب كم هي هذه لاروتريت؟ كم هو المبلغ ليأخذوا القايد صالح بش تستطيع هي أن تتبرع؟ طبعا مش راح تبرع ب10% من ما لديها أو حتى 5% في الغالب راح تبرع ربما ب1% أو 2% كم يملك ليتبرع 6000 قنطار من المواد الغذائية؟ كم يملك من مال حتى يتبرع بهذا؟ هذه قطرة من بحر هذا دليل آخر على الفساد في الحقيقة اللي قام بالتبرع أو قام بمحاولة الرشوة هم أولاد القايد صالح الأم هم ممكن ما يشعارفة حتى وش راح مكاتبين على اسمها لما شفنا لما كنا شفت معاكم قبل يومين وربما تابعتوه في الصحافة أيضا في بعض الصحافة أن عائلة عبدالغاني الهامل عندها أكثر من 120 حساب بنقي وعندها بالعملتين العملة الداخل الوطنية والعملة الأجنبية يعني العمولات الأجنبية هذا في الداخل في الخارج ما فتحوش الملفات وعندها أكثر من 60 عقار بلاد شقق محلات شريكة وعندها 24 شريكة إذا كان هذا الهامل اللي هو في الحقيقة مقارنة مع القايد صالح لم يصل إلى منصب مهم إلا في سنة 2010 اللي هو منصب رئيس الشرطة فماذا عند أولاد القايد صالح اللي هو قايد للقوات البرية منذ 94 لما بدأت الحرب القادرة في الجزائر تم تعيين محمد العماري قايد للأركان وعين القايد صالح قايد للقوات البرية ارتداء 1 نوفمبر 94 كم يملك كم تملك هذه الأسرة وكم نهبت هذه الأسرة وكم لديهم وهل سيأتي يوم قريب أن نرى أولاد القايد صالح في محاكمة مثل ما حدث للهامل هل التوازنات داخل السلطة تؤدي إلى أنه يجب أن يقدموهم للشعب ويحاكموهم أم أن ينتصر الشعب ويحاكمهم ويعرف حقا ما عندهم سنرى في قادم الأيام أيضا قال لك أن أبو تفليقة تبرع بشهرين من الدخل انتعوا تخيلوا أن أبو تفليقة لحد الآن ما زال يأخذ الأجر انتعوا اللي هو أكثر من 110 مليون سنتيم في الشهر هذا الرسم خلاف العلاوات وخلاف أشياء أخرى تضاف لها وما زال أبو تفليقة اللي أطاح به الشعب قبل أكثر من سنة ما زال يتلقى الرعاية وكأنه رئيس حالي كما كان في فترة لي أصيب فيها في صدمة دماغية منذ أبريل 2013 إلى الإطاح به في أبريل 2019 وأيضا بعت لي أحد الأفاضل ليعرف الموضوع قال لي صدقني له سيد اللي جايب نهم له يساوب الدينار الجزائري 65 مليون سنتيم وسيد خاصين جدا جايبين مجموعة منهم وما زالوا يجيبونه الأطباء ويجيبونه الدواء ويجيبونه الرعاية ويجيبونه كل شيء من ظهر الشعب الجزائري اللي أطاح به أبو تفليقة اللي كان يجب أن على الأقل يعتقلوه رمزيا ما زال في الانتخابات هذه اللي سموها الانتخابات المزورة السابقة رح في خوه ناصر رح بدلوه ينتخب وهو اليوم يقول لك رو تبرع بشهرين طبعا بو تفليقة رو عايش في عالم آخر مش عارف روح ووره أصلا وهي فقط محاولة لوجهه هكذا لتقديم بو تفليقة وكأنه إنسان لبس بيه من اللي حيث بخر له بو تفليقة وأشقاء وأصحابه ووزراء وجنيرالاته نهبوا عشرات الملايير من الدولارات نهبوا عشرات الألاف من المليارات نهبوا العقارات نهبوا الفيلات نهبوا الأراضي نهبوا الشركات نهبوا كل شيء وبعدين يجوا يتبرعونا بشهر وتفليقي كثير خير وبشهرين من أجره أما الضباط قال لك فرام تبرعوا ضباط الجنيرالات العمداء وضباط الكبار تبرعوا بشهر في الحقيقة لم يتبرعوا إنما صدر أمر باقتطاع شهر من رتبة راعد فما فوق ما تبرعوش بأي شيء طبعاً الوزراء أيضاً قال لك تبرعوا بشهر إلى آخره والآن كل مرة يجيبوا واحدة وتبرع بشهر تبرع بشهر ينهبك يأخذ من عندك الملايير يأخذ من خزينة الدولة من خزينة الشعب من البنوك بلا حساب قروض لا ترد قطع أرضية لتسوى الملايير يأخذها بالدينار الرمزي فيلات لتتبع بخمسين مليار ربعين مليار ثلاثين مليار يأخذوها هما بأسعار رمزية وبعدين يجي يتبرع لك بشهر محاولة وكان الشعب الجزائري هذا معتوه فاقد عقله لا يفهم لا يعرف يتعاملوا معه دائما بهذه الطريقة التافهة والشعب أذكى بكثير منهم وأحكم بكثير منهم وأرشد بكثير منهم إذا كان هناك قرار يجب أن يتخذ الآن هو أن يتخذ قرار بأن مفيش واحد يدي أكثر من عشرين مليون سنتيم لا يؤقل أن فيه ناس في أفضل حالات دخل منتاحهم هو ثلاثة ملايين ربعة ملايين سنتيم وبعضهم اللي أقل من زوج ملايين سنتيم وبعضهم اللي أقل من مليون سنتيم وبعضهم اللي ما عندوش دخل بينما آخرين يأخذوا وزراء أكثر من ستين مليون رئيس وزراء أكثر من تسعين مليون جنيرالات التالي يدي ستين مليون التالي يدي ثمانين تسعين مئة مليون خلاف الامتيازات بلا حدود في كلوب دي بان ما يدفعوا لا كهرباء ولا ماء ولا غاز ولا انترنت ولا تليفون ولا شيء وليه كلوب دي بان فقط في كلوب دي بان في زيرال دا في سيدي فرج في التروة 150 في ما نشعارف وكاين عدة مقرات وعدة مراكز ذكر لي أحد الأفاضل أن جنرال يسمى الجنرال حليلو أو بنحليلو راه قائد راه مدير ديوان الآن بنعلي بنعلي قال لي مرة قال لي عنده عدة شقق وشقق من أغلى ما يكون فقال لي مرة جاتوا جاهها جاتوا لفاكتير فيها 250 ألف انتع الماء مش ساكن فيها لكن كان هذا الحد الأدنى اللي يدفعوه الناس كل ثلاثة شهر أو ستة شهر فيها 250 ألف 2500 دينار يعني قال لي اتصل بالعقيد اللي يشاد الملفات ومسح به الأرض قال له كيفاش تبعت لي هذا دب الراسك خلصها انتا 250 ألف ما يخلصهاش معنا الشقة شقة تاو مش تعوى وزارة الدفاع وطبع الأمثلة لا تعد ولا تحصى إذن إذا كان بالفعل عندكم كرامة تتخذوا قرار بأن لا يدفع لأي كان أكثر من 20 مليون في هذه الظروف واش راهم يديروا هذون اللي راهم يدو ستين وسبعين وثمانين 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 مليون خلاف الامتيازات الأخرى كلها واش راهم يديروا أعطونا علم جابوها أعطونا سلاح أنتجوها أعطونا إدارة مشاوها أعطونا شيء يا أخي كل شي نستوردو الإبرة الإبرة الأخيرة نستوردو شكرا يا مصطفى كل شيء استورد والجزائر أصبحت بازار لكل سلع العالم واللي كثير منها سلع مضروبة أصلا